بسم الله الرحمن الرحيم حمداً وصلاةً وسلاماً عملاً بأحكام دستور الخامس والعشرين من شهر جويلية سنة اثنين وعشرين وألفين وتطبيقاً لمقتضايات الفصل الأول من القانون عدد أربعة عشر لسنة إحدى وتسعين وتسعمائة وألف المؤرخ في الخامس والعشرين من شهر فيفري سنة إحدى وتسعين وتسعمائة وألف يتفضل السيدة والسيدة السفراء الجدد بآداء اليمين أمام سيادة رئيس الجمهورية وتسلم أوراق اعتمادهم وهم على التوالي السيد ذياء خالد سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفانن لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رأي دل أسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام الدستور البلادي وقوانينها السيد زهير بوراس سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالتا أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفانن لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رأي دل أسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلادي وقوانينها السيد توفيق الشيبي سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلادي وقوانينها السيد محرز الفرشيشي سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونجو ديمقراطية أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلادي وقوانينها الهيم عمار سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلادي جمهور البلادي وقوانينها السيد نبيل لكحل سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس ليطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السيد محسن العنتيت سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها السيد لسعد بوتارة سفيرة الجمهورية التونسية لدى كندا أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفاني لأقوم بالواجب الوطني المقدس لأطلع على خير وجه بمسؤولياتي بمسؤولياتي رائد الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها مضمي وغلا أفضل مراحبا الجانب الديبلوماسي ولكن أيضا جانب الأهتمام ولو هذا يرجع للقراسل ولكن رعاية الجانب المتعلق بالجانب محرك للتانية محرك للتانية والدور اللي قموا به دور كبير جدا تشوف في باريس في الكندا وفي العالم كله التونسي الموثوبين معنى أن ديما مواقف تونس مواقف حرّة تعبر عن سيادة الشعب في الداخل وكي تكون حرّة أرفعوا رؤوسكم في السماء وقولوا إننا من تونس أرفعوا رؤوسكم في السماء في كل مكان وأقولوا إننا من تونس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة